توطين الوظائف داخل سوق العمل في السعودية حديث المجتمع منذ أشهر والمعوقات كثيرة فشركات الخاصة وبعض الجهات الحكومية تلجأ إلى فرض شروط تعجزية لوظائف لم تكن يوما تتطلب وجود مؤهلات علمية كبرى وعند تصفح البوابة الوطنية لوزارة العمل طاقات يجد الباحث عن العمل آلاف الوظائف المعروضة لكن البعض منها يتطلب مؤهلات قد تكون أقرب للخيال فهذه الوظيفة المعروضة بمسمى طباخ تتطلب أن يكون المتقدم لها حاملا لشهادة الماجستير رغم أن الوصفة المهنية للوظيفة بحسب التصنيف المهني المعياري العربي يتطلب فقط حصول المتقدم على الشهادة المتوسطة خمس عشرة وظيفة أخرى بمسمى بائع تبحث عن متقدمين لها يحملون شهادة الماجستير حيث سيقومون ببيع السلع وتولي أمور الدفع وتلقي المدفعات من العملاء بعض الإعلانات الوظيفية عبر بوابة طاقات الوطنية تحمل طابعا كوميديا حيث يتطلب منك لكي تعمل كاشير لمتجر صغير للمواد الغذائية أن تكون متقنا للغة الهندية أخيرا فالباحثون عن العمل تساءلوا هل الإعلانات الوظيفية المطروحة عبر هذه البوابة الوطنية جدية محمد اليوسي العربية معنا الآن مشاهدين من الدمامة الكاتبة الصحفية سحر أبو شهين أهلا بك ست سحر معنا ست سحر يعني كيف يمكن أن نفسر طلبات الوظائف هذه على موقع طاقات وفي الوقت نفسه هناك توجه من الحكومة والدولة السعودية بشكل عام تجاه خلق وظائف جديدة للسعوديين وللتوطين أيضا توطين كافة القطاعات في السعودية كيف يمكن أن نفسر هذه المتطلبات التعجيزية في بعض طلبات الوظائف نعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحد أهدافها الرئيسية توطين الوظائف وإحلال السعوديين مكان الأجانب البوابة الوطنية للعمل طاقات هي البوابة الرئيسية للسعوديين الباحثين عن عمل ولجهات التوظيف في القطاع الخاص التي تعلن الشواغر الوظيفية لديها حين يتصفح الباحث عن عمل هذه البوابة ويجد أمامه العديد من الوظائف التي تتطلب مؤهلات لا تناسب طبيعة العمل المطلوب يعني هناك العديد من الوظائف وبحسب ما بحثت بنفسي وأي شخص يستطيع الدخول على البوابة والبحث تتطلب مؤهلات كشهادة الماجستير للعمل في مهن لا تتطلب هذا المقدار من التأهيل العلمي مثل طباخ مثلا طباخ عامل في مهنة كتابية بسيطة بائع أيضا لدينا معلم للمرحلة الابتدائية ليس الأمر مقتصر فقط على أن تطلب جهات التوظيف هذه مؤهلات عالية هناك ورشة تصليح سيارة تطلب فني مختبرات طبية للعمل لديها وهناك مزرعة حيوانات أيضا تطلب شخص ببكالوريوس محاسبة يعني هناك بعض الإعلانات توحي للباحثين عن عمل بأنها إعلانات غير جادة بالضبط يعني هو التساؤل هل فعلا هذه الجهاد تريد البحث عن سعودي يعمل لديها بمؤهلات تناسب آداء العمل الذي تطلبه أم هي فقط تريد استنفاذ مدة معينة من الإعلان الوظيفي ولا تريد هي فعلا أي سعودي أن يتقدم لديها كي تتخذ من عدم تقدم شخص سعودي لديها للعمل تتخذه ذريعة للتقدم بتأشيرة استقدام عامل أجنبي بحسب إحصاءات الربع الثالث سوق العمل السعودي العام 2017 لدينا مليون ومائتين وواحد وثلاثون ألف سعودي يبحثون عن عمل مليون وأربعين ألف منهم نساء وتقريبا مائتين ألف منهم ذكور عدد الباحثين عن عمل في الربع الثالث ارتفع مئة وخمسة وخمسين ألف عن عدد الباحثين عن عمل من السعوديين في الربع الثاني بحسب أيضا إحصائيات الهيئة العامة الإحصائية لديها أعداد كبيرة من السعوديين الباحثين عن عمل يجب على وزارة العمل كما وسيد سحر بالضبط وزارة العمل هي جهة حكومية لديها مسؤولية ويجب أن تتقيد بالخطوط التي ترسمها الدولة السعودية يجب أن تفتح تحقيق في هذه الإعلانات ومن يثبت لدى وزارة العمل بأنه غير جاد في هذا الإعلان يجب أن يحرم من الحصول على تأشيرة عامل أجنبي حتى يعيد وضع الإعلان مرة أخرى بطريقة مهنية بطريقة منطقية بطريقة تناسب العمل المطلوب من الشخص آداءه فإذا استنفذ مدة الإعلان دون تقدم الإعلان بعد إعادة وضع البيانات بالطريقة الصحيحة فلم يتقدم أحد حينها من حق الحصول على التأشير أما قبل ذلك فلا أجده يستحق الحصول على تأشيرة عامل أجنبي شكرا جزيرا لك الكاتبة الصحفية سحر أبو شهين كانت معنا من الدم